أكد أحمد الشريف مدير الإرشاد الأكاديمي بإحدى وحدات مدرية التربية والتعليم أن الشباب لديهم العديد من الأفكار والمقترحات لتحقيق رؤية التنمية المستدامة للأمم المتحدة ودف الشريف أن التواصل بين الأجيال يعد ضرورة لمناقشة الرؤى المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحن كلنا يكون لنا رؤية واحدة لما بنتكلم عن الرؤية بنتكلم عن رؤية مصر 2030 الشباب لديهم أفكار مهمة جداً وعندهم تطور تكنولوجي عالي جداً يقدر يساعد الدولة والعالم كله في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمستقبل بالضبط جداً هم كمان الحاضر زي ما كنا بنتكلم دلوقتي هم اللي هيساعدوا أن نحن نحقق الرؤية دي لو وحدناها مع بعض ودرنا نفهم بعض ويبقى بيننا علاقة احترام وتفاهم ومشاركة وتشجيع للشباب هنقدر نوصل للرؤية دي إن شاء الله